رحب أحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وانتخب مصر دخل في معسكر مغلق وده استعدادا للصفر لبطولة الأمم الإفريقية هنتكلم عن الاستعدادات وفورة مصر في البطولة وكمان تفاصيل التشكيل ومين هيكون معانا ومين مش هيكون معانا من خلال الناقد الرياضي الأستاذ أحمد عبد الباصد صباح الخير يا أستاذ أحمد بصبح عليك وعلى كل المشاهدين أهلا بك وحميد مبسوط جدا أنا معاك ومع جمانا وإن شاء الله نقدم فقرة خفيفة إن شاء الله ده المتوقع من حضرتك دايما يا رب يا رب دايما طيب في البداية مجموعة مصر مجموعة يعني تعتبر مش سهلة خالص عاوز عرف شايفي إزاي وجود مصر في المجموعة دي وتوقعاتك لها والتشكيل اللي ممكن نلعب به بعد التسريب اللي حصل بص هو بالنسبة للمنتخب الأمور ما عادتش بتقوز في كرة القدم إن فيه مطش سهل ومطش صعب يعني أنا شايف إن كرة القدم ملهاش كبير إنك تلعب كرة ما فيش فرقة ليها سوابت أو عندها سوابت احنا كنا فين؟ احنا السيد القارة طبعا بالنسبة للبطولات اللي عندنا ولكن فيه منتخبات جامعة من بعيد في الجزائر في المغرب في تونس فبالنسبة لك إنت معادش فيه حاجة اسمها سابط في كرة القدم فيه نسبة عندها تطور عندها احنا بنعمل خطط للعيبة عندنا عشان يبقى عندنا محترفين زي صلاح والنيني وتريزيجي وغيره فبالنسبة لنا إن احنا بنقدم ده علشان يبقى فيه مردود طيب لمنتخب مصر ولكن احنا عندنا شوية المنتخب مش أفضل حال بعد المنتخب اللي كان مع كابتنا حسن شحاتة خدنا 2006 و2018 وجينا حصل فيه بعض الاعتزالات للعيبة أثرت على منتخب مصر شوية فاحنا بقالنا مثلت أربع بطولات لو بنوصل أو بنروح البطولات دي أو ما بنروحش ما بقاش عندنا السقة التامة في المنتخب إن احنا ممكن نقدر نعمل عايشين على تاريخنا التاريخ بتاع المنتخب إن احنا لازم ناخد البطولة دي إن احنا لازم دايماً أي بطولة بندخل فيها أو بنشارك فيها أو تصفيات لازم نبقى مرشحين لأن احنا منتخب مصر لكن هل ده موجود دلوقتي إن احنا قادرين نعمل ده احنا قادرين بس ما تقدرش تقول إن في مجموعة سهلة ومجموعة صعبة عشان انت لو استسهلت في الأول ما هتقابل الصعب بعدين انت محتاجة توصل للنهائية أو لأبعد نقطة في البطولة لو تصعدنا من المجموعة دي مش عارفين هنقابل مين لسه انت عندك إشكالية انت رايح في البطولة دي انت لو طلعت أول هتلاعب فريق أو منتخب من أحسن التوالد اللي في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخمسة لو صعدت تاني هنخبط في الجزائر أو كوتفوار لو صعدت تالت هنخبط في مجموعة السنغال فإحنا عندنا الحسابات لأ ورد جدا إحنا لازم ناخد المطشات كلها صعبة بحيث انه الصعب في الأول هيسهل بعدين لكن السهل في الأول هقابل أنا معادلات صعبة جدا ومنتخبات تقيلة داخلة مرشحة وداخلة نافس وأنا شايف انه هم حتى كمان هم في التصنيف أعلى مننا أنا شايف انه منتخب مصر قادر انه هو الخمل اللي موجودة مع الرجل خلاص هو اختار وهنتكلم على اختيارات وهنتكلم على تصريحاته اللي بيقولها لكن برضو نروح لحاية التشكيل مش هنقدر نسبق ونتكلم على التشكيل مبكرا لأنه فضل على أول مطش يوم 11 فضل 7-8 يام وارد جدا يحدث إصابات وارد جدا السلية يرجع من إصابته وارد جدا يوقف أي تطورات أو تغييرات داخل التشكيل لكن لو اتكلمنا في القوامر رئيسي المنتخب مصر معروف انه يبقى الشنو موجود يبقى أكرم توفيق موجود أحمد فتوح وحجازي والوينش دي ما فيش عليها خلاف انني والسلية لو السلية مش موجود يبقى حمدي فتحي مرموش وصلاح ومصطفى محمد هي الحتة في مركز 10 أو 8 بتاعت عبدالله السعيد دي اللي يبقى عليها خلاف وإن كان الأقرب حتى هذه اللحظة الرجل أنه عايز يدي عبدالله السعيد مش عايز يجازف ويجرب ترزيجيه في هذا المكان من البداية يعني ممكن يبقى ترزيجيه موجود زيزو بيلعبها بس هو ده الخاص بالتشكيل ونقدر نحسم هذا الأمر قبل البطولة مثلا بيومين 3 طيب بما أنك تطرقت بقى التصريحات كيروش أريت إزاي تصريحاته الأخيرة ويعني شايف كده من وجهة نظرك إيه الإشكاليات اللي عندنا في المنتخب اللي لازم ناخد فيها يعني موقفه لازم يبقى ليها حل سريع جدا بصي تصريحاته كان أنا من وجهة نظري يعني لما شفت المؤتمر مؤتمر طويل جدا ساعتين فمعنى أن الرجل عايز يفطفط باللغة بتاعتنا فعايز يتكلم يتكلم على تأجيل مباريات الدوري وهو ما كانش عايز ده ده اندل على شيء فبيدل على ارتباك واضح حصل لمعسكر المنتخب إن احنا مش هنلعب مباريات أنا هقولك كمان على مفاجأة يعني إن احنا هلعب منتخب الكنغو يوم سبعة احنا هنسفر يوم سبعة هلعب منتخب الكنغو تأسيمة مش ماتش تأسيمة هنعملها ثلاث تأسيمات عشان المنتخب كله يشارك فيها يشارك المنتخب ده منتخب الكنغو بتاع المحليين مش المنتخب الرئيسي والمنتخب ده كمان أصلا هو مسافر عشان اللي بيدرب الكنغو هكتور كوبر اللي كان بيدربنا فعايز يشوف مجموعة من اللعبين المحليين عنده فهو بالنسبة له أفيد مننا لأنه أنا شايف أنه الاستفادة اللي هتكون لنا من مطشو ليه هو مش لي نحن هو اللي يستفيد أكتر لأنه هو عايز يكمل قيمته لأنه قيمته مش كاملة فبالتالي الاستفادة ليه أكتر ما هي بالنسبة لنا لأنه احنا كان المفترض نلعب مباراود دي في الموعد من 1 ل 5 يناير ولكن احنا تأجيل الدول المفاجئ اللعبة رايحت في البيت 3 ايام أثر علينا بشكل سلبي أنا عارف أنه ده هيبقى مردوده قدام شوية ولكن خلاص هو الرجل قال في المؤتمر أنه تعامل مع الوضع وخلاص هو تحمل المسئولية اتكلم كمان على أنه ودي أنا برضو لازم أقف عندها شوية قال أنا جاي عشان كاس العالم لسه كنت أسأل حاج لأنه ده تصريح خطير لأعلنتاً كده أنا مش جاي أو كاس الأمم مش في الاعتبار الأهم المنديها لشايف التصريح ده إزاي أنا شايف أن الخطأ بص مش عايز أحمل عشان أكون منصف يعني هو الرجل لما جاي في وقت كان فضله مطشين عشان نحسم الصعود إلى المرحلة التانية من تصفات كاس العالم فلما لعب مطشين ليبيا وكسبنا مطشين ليبيا وبعد نروحنا أنجولا والجابون خدنا النقطة اللي احنا عايزنا وصعدنا هو رجل كان جاي بعد كابتن حسام البدري الوقت عنده داي فلما قعد احنا جبنا له شروطه ما قدرناش نقول شروطنا لأن احنا جايبينه مزنوئين بمعنى أصح انت محتاج مدرب ومدرب عالمي في 3-4 أيام عشان انت كنت راح بعد إزواج تلعب ليبيا فلما جاء هو قعد حط شروطه كمان هو يعني فين جادة المدير الفاني اتحاد القرى بلدياته ولعب له في دماغه يعني باللغة بتاعتنا قال له لا مش هينفع عن تتيجة هتقول البطولة هتضحي بنفسك المنتخب السقة المش كاملة أو أن احنا أخذ البطولة لأن احنا آخر البطولة على الأرض طالعين من دور 16 شوفنا وقتها تغييرات أصلا يعني ما كناش متوقعنا ومش متعودين عليها ولكن بعد شوية بعد عدة مباريات لقينا برضو أنه بجانب التغييرات دي اللي كان عنده فيها يعني حق شوفنا كمان عند هو ده برضو استكمالا لسلسلة أنه بيجرد نفسك أنا جاي في أربع شهور فأنا أخذ الصلاحيات التمعة من اللي أنا عايزه وده عقد بيقول كده هو مضع عقد أنه لو أنا خسرت كاس العالم بس أو ما سعتش لكاس العالم أروح غير كده في النص هو بيقول كمان في المؤتمر أنه ما فيش حاجة في العالم بتقول أنه مدرب يمضي ويحط بند أنه أنا لازم أخذ البطولة ده مش موجود ما حدش يعرف الكلام ده غير ربنا يعني هو قال كده التصريح نصا بس على الأقل الكلام بتاعك والدوافع والطموح اللي هتزرعه في اللعيبة لازم يكون مختلف يعني لازم يكون مختلف أنه أنا أقول للعيبة لأ أنا رايح نافس كاس العرب أنا رايح أجرب بطولة الأمم أنا رايح أجرب طب ما أنت رايح بعد كده على مطش في شهر ثلاثة تصفيك كاس العالم أنت مش رايح تجرب أنت في الحالة دي ما حدش هيستحملك أنا ليه وجهة نظر كمان أنه هو راجل خلاص اختار قيمته أنا شايف أنه هو اختارها هو ليه مننا كل الدعم بس احنا في الآخر لازم نحاسب هو تصريح زي داي خلينا نروح هنا لفكرة التصريح ده مسؤوليته هو ولا مسؤولية اللي تعاقد معاه أصلا من الأساس اللي تعاقد معاه تعاقد من موقف ضعف إنقاذ موقف يعني كان من منطلق إنقاذ الموقف بس فيه بعض الناس على السوشيال ميديا قالت يحمد يمكن ده تمويه خاصة بعد ما عبدالله سعيد قال لا احنا بالنفس لأعلى مستوى عبدالله سعيد كقاعد فرقه لازم يقول ده ولازم يعادل ده بس ده مش دور قاعد فرقه ده دور مدير فني عبدالله سعيد مهما كان عبدالله سعيد نجومية واسم عبدالله سعيد مش هتيجي حاجة في المدير الفني كروش بسرته الزتال عالمية طبعا أنا بالنسبة لي بصراحة ما كانتش مقنعة أوي فكرة التمويه لأنه حتى لو قلت كده أكيد كل فرقه وكل منتخب هينزل يلعب هينزل يلعب بروح يعني ان هو يزيكس بس هو البعض كمان يعني على مواقع تواصل الاجتماعي تحديدا يحمد اتكلم في فكرة النداء هو بيرفع الضغوط من على اللعيبة وان كنت أنا شايف النداء ليه أثر عكسي تماما اللي انت بترفع الضغط فانا نزل باستهتر أرفع الضغط على اللعيبة ده لما أكون رايح بطولة أنا مش السيد بتاعها أنا مش سيد قرتي أرفع الضغط لكن أنا لازم أوصر رسائل أن أنا قوي أنا عندي محمد صلاح عندي النيني عندي تريزيجي عندي الشناوي لو بصنا على العناصر دي منفردة هتلاقي فيهم ناس في التشكيلة الأفضل لمنتخب إفريقيا فبالنسبة لي أنا أعمل ده لو أنا رايح ألعب البرزيل لو أنا رايح ألعب ألمانيا أقول ده في كاس العالم القراط لكن أنا رايح ألعب بطولة وخارج من آخر مرة على الأرض وفي نفس الوقت أنا كمنتخب الناس كلها بتعمل لي حساب لا ما قلتش أن أنا السياسة دي أنا بشوفني أساسة الضعيف أن أنا أقول تصريح أنه عشان أرفع الضغوط من على لعبتي لا ليه؟ بالعكس أنا لازم أحطهم تحت ضغط وتركيز أنا قريب من معسكر المتخب جدا ومن لعبة ومن الجهاز الفني وبعرف اللي بيدور في الكواليس أنه أجايبينك هنا عشان نعرف اللي بيدور في الكواليس آه إن شاء الله نقوله بس أنت لما تيجي تروح تلعب بطولة كاس العرب ويكون الناتج منها أو النتاج منها تطلع باتنين لعبة تاخدهم معك في القايمة دي اللي هم وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم اللي هم أصلاً مش هيلعبوا نعم وفي حاجة غلط وأنت دلوقتي حسين فسط راح فين أحمد رفعت راح فين مراوح الحمد اللي أنت اتكلمت عليه وقلت وتخنقت عليه وفي الآخر مش هتاخده معك كل اللعبة اللي أنت اتكلمت عليها أحمد ياسين خدته معك وما خدهش فأنا شايف أنه هو الرجل عنده استراتيجية محدش عرفها غيره والمجموع المساعدين اللي معاه وإن كان ليهم دور آه ليهم دور عشان الناس كلها ماشي إنهم ملهمشوا دور لأ هم ليهم دور ولكن الأجانب عندهم سياسة أنت تقول وأنا أقول وكل يقول بس القرار القرار إنه في نهاية لكن كاكروش والتشكيلة والقايمة اللي عملها 25 لعب ليه بعض التحفزات عليها في بعض الحاجات ولكن أنا برضو لازم ندعم إنه إحنا في ظهره إن كنا ضده في بعض التصريحات بس إحنا مجرد ما المنتخب بينزل بيلعب إحنا خلاص بننسى كل الحاجات دي من كل تأكيد طيب إحنا مشكلتنا فين إحنا إيه نقاط الضعف عندنا واللي إنت شايف إنه هو كارلس كيروش هياخد باله منها وإيه نقاط الضعف اللي إنت شايف إنه هو هيتغضى عنها أو مش هيتغضى عنها نقاط الضعف اللي ممكن يعني يقول كارلس كيروش لن يلقي لها بالا لا هو بالنسبة لأي حد بيبقى عنده نقاط ضعف ونقاط قوة ده طبيعي بالنسبة عشان كده لمسألتكش إيه نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا لكن إحنا بالنسبة نتكلم على شخصيات زي شخصيات كارلس كيروش ليه وجهة نظر وعنيد إلى حد كبير ففيه أكيد نقاط ضعف ممكن نشتغل إياه دلوقتي فيه حد ممكن يكون عنده خطة طويلة الأمل وخطة قصيرة الأمل لا بس لو نتكلمنا على الناحية الفنية الناحية الإدارية خلاص لا فيه فيه نقاط ضعف عندنا في الناحية الإدارية عشان نبقى منصفين يعني سواء بداية من تنظيم معسكر ما عرفناش نعمل فيه مباراة الترتيب مع ركت الأندية اللي عاملة شكل ولا أروع للدوري عشان خاطر إنه ماتش الأهلي وبرمت إذا كان يتلعب ده ما تمش ففي الناحية النقطة الضعف في الحتة دي موجودة لكن في الناحية الفنية أنا شايف إن إحنا منتخب عندنا أنا شايف إن إحنا منتخب قوي جدا ما مش شايف إن فيه نقطة ضعف غير في مكان واحد ألا وهو نص الملعب تغيير الطريقة من 4, 2, 3, 1 اللي إحنا بقى لنا 5, 6 سنين بنلعب بيها و2 في قلب الملعب قدامهم واحد هو جاء عملها 4, 3, 3 دي شوية عاملة خلال عملة عملة ارتباك لأنه الرجل ما بلحق الشامل معسكر طويل أحمد أنت تكلمت عن نص الملعب بالضبط نص الملعب يعني فيه كلام دلوقتي عن تريزيجي شايف الأول فكرة اعتماده على تريزيجي هتكون موجودة ولا لا لأنه كان في تصراحاته اللي هو هيجرب تريزيجي وشايف وجوده هيبقى موجود في نص الملعب ولا هيلاعب تريزيجي ازاي وهيفضلوا على عمر مرموش ولا لا بص عشان ندخل عمر مرموش في مقارنة مع تريزيجي احنا بنظلم عمر مرموش لسه بدري قوي على ما نقول عمر مرموش مع تريزيجي عشان نكون بنتكلم بلغة انصاف أو لغة كرة قدم حقيقي اللي قدمه تريزيجي واللي عمله المنتخب مصر كتير جدا بس الواقع بيقول غير كده لأنه دايما بينصف مرموش أصل الواقع مباراة واحدة جي لعب معي المطش ليبيا ذهبوا عودة لعبهم معي المطش المعسكر اللي بعده كان مستبعد فهو لعب معي كل اللي لعبهم معي 180 دقيقة لكن ما جيش أنا أختزل تاريخ تريزيجي في أنه مباراة أو أحطه في مقارنة مع عمر مرموش عشان 180 دقيقة تريزيجي جاب لنا ضرب الجزاء الكونغو اللي وصلتنا كاس العالم جاب لنا ضرب الجزاء غانا اللي كسبنا بها غانا في تصفيات كاس العالم كان من أحد أهم اللعبين عند هكتور كوبر أنا كنت في الفترة دي بتكلم مع كوبر كتير يقول لي أنا اللعب عندي رقم واحد بالرغم في وجود محمد صلاح هو تريزيجي لأنه كان بيبني الخطة على تريزيجي مش على محمد صلاح كل منتخبات العالم بتيجي بتمسك محمد صلاح معروف عشان كده الناس بتقول لك محمد صلاح مع المنتخب ليه مش زي مع ليفربول لكن هو النقط دي هي اللي بتوضح قد إيه أنه الاعتماد على تريزيجيه مهم جدا فعشان كده أنا بقول لك لا تريزيجيه هي بقى ليه دور مرموش ما قدامه والدوافع اللي كانت عنده في مطش ليبيا أنا أعتقد مش هتبقى هي ناس الدوافع اللي في البطولة قدام مطش نجيريا تريزيجيه هيكون كلمة سر بل بالعكس اللي هيكون مع تريزيجيه أنا أتوقع أنه يكون رمضان صبح ليه دور كبير جدا مرموش آه أنا عارف أنه يبقى موجود والراجل ممكن يعتمد عليه بس هو مش شرط خلص مش شرط خلص أنه هو اللي يشيل الحتة دي لوحده لأنه الكيميا اللي هتبقى موجودة بين تريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد اللي لعبوا عبعده فترات كبيرة دي أهم من أنه لعب تقلق في مبارا 180 دقيقة أو مباراتين زهبوا عده فبالنسبة للراجل اللي عندهم الحسابات مش زي ما احنا في الشارع بنقولها بدليل يعني فيه لعيبة بتتقلق ممكن تلاقيه متقلق في نص الملعب حمد فتحي وتاني مطش تلاقي قاعد مهم المقياس التقلق في مباراة وأن انت جبت هدف بدليل كمان آخر أحمد رفعت جاب جون عالمي أحسن جون في السنة الجديدة في كاس العرب الكرة شوتها الفاول وراح جاي مكملها هل أحمد رفعت خده في القايمة ما هو تقلق لو هنعملها بالمقياس اللي هو لكن أنا عشان بشرح ده وبوضحه للناس لأنه تريزيجيه يتحط في مقارنة مع عمر مربوش يتحط بس عمر مربوش ييجي بعده بمسافة جديدة بالزبط عشان خطر عمر ما يتزلمش مش عشان خطر تريزيجيه الحاجة الوحيدة اللي بترجح كاف بتمرموش حاجة بسطة جدا أنه تريزيجيه راجع من رباط صليبي فملعبش كتير قاعد بقاله فترة ست سبع شهور هو ده شوية ممكن بس في التدريبات اللي جاية دي كنت بتكلم مع تريزيجيه مبارح يعني أول ما وصله القاهرة فقال لي لا أنا متحمس جدا أن أنا أطلع كل اللي عندي ومتحمس جدا تريزيجيه واحد من أسرع اللعبة بالكورة في منتخب مصر زي ما يقلش عن صلاح تريزيجيه بيعمل الضر والدفاع والهجوم والارتداد للخلف بطريقة مرعبة يعني صح فأنا بعكس محمد صلاح يعني تخالي محمد صلاح ما بيرجعش تريزيجيه بيرجع كتير محمد صلاح لأنه بيقف وراه كان واحد من اتنين يا إما أحمد فتحي يا إما أكرم توفيق فما كانش حد باللغة بتاعتنا بيهو بنحية الحتة اللي وراه محمد صلاح فما كانش بيرجع لكن تريزيجيه بيعمل كل الأدوار يلعب في مركز تمانية يلعب في المركز بتاعه الجناح أعتقد أن وعنده خبرة مش بسيطة هو بالنسبة لنا كل اللي احنا بنقوله ده بيدينا احنا أفضلية وبيد الراجل حرية في اختيار لو اعتمد كيروش على تريزيجيه هيلعبه فين لو اعتمد على تريزيجيه هيلعب مركز جناح عشان تريزيجي بيستريح فيها مش هينفع يبقى راجع من صليبي هو على فكرة عايز يجربه في مركز تمانية اللي هو في قلب الملعب بس انه تريزيجي يرجع من صليبي ست سبع شهور على مركز غير مركزه أعتقد ان تريزيجيه اللي هيبقى عنده القلق ان هو يلعب في الحتة دي شوية لو اتكلمه معاه بس في نفس الوقت لو طلب منه ده هيعمله كواليس باقي والله كواليس المعسكر بالنسبة لمنتخب مصر اللعيبة كلها أولا خلينا نتكلم ان هم مركزين ان هم رايحين بعيدا عن تصريحات كيروش هم لا مركزين جدا على ان احنا ناخد البطولة طب دي حاجة مطمئنة اه دي حاجة مطمئنة يعني عشان الناس تبقى عارفاها محمد النيني هينضم المنتخب النهاردة صلاح هينضمه بكرة هو و تريزيجيه هم وصلوا مصر بس يعني صلاح و تريزيجيه مبارح بس هم يعني خدوا أجازة يومين لأن هم كان عندهم مطشط بلعبوا في الدورة الانجليزية فهما هيرياحوا شوية كمان الراجل عنده الحتة اللي هي اللي قدام مصطفى محمد ولا محمد شريف بص محمد شريف في البطولة بتاعة كاسة العرب كان بيلعب جناح الراجل ما اعتمدش عاجر مباراة واحدة كمهاجر كمان هو في البطولة دي مش معاجر مصطفى ومحمد شريف فمحمد شريف المهاجم التاني حتة نلعب أساسي شبه مستحيلة إلا إذا فيه إصابة لقدر الله مصطفى محمد أو إذا تم الاحتياج للمحمد شريف حتة كمان نلعب جناح زي ما كان بيلعب في كاسة العرب برضو مقفولة مقفولة أنه هو يلعب في المركز ده الناس برضو حابة تعرف استبعاد طرق حامد وقفشة اللي الراجل ما قالوش لأنه هو في المؤتمر بتاعه قال أنه استبعاد الطرق حامد وقفشة انتم تتكلمون على اتنين لعيبة بس طرق برضو من الكواليس هم كان عايز يغير يعني مش يغير مكان طرق عايز طرق يلعب في الخطة بتاعته أربعة ثلاثة ثلاثة مش هيدي الدور اللي هو عايزه هو أكلم مع الجهاز قال لهم طرق مش هيبقى معي في الحتة بتاعة الثلاثة ثلاثة في قلب الملعب مش هيديني الباص اللي أنا عايزه بطريقة معينة مش هيقل اللعب القدام بطريقة معينة أنا عايزة أطلع بالفرقة وارجع بيها طرق مش هيعمل ده فأنا هقعده احتياطي أنا بيحكي لك ده اللي حصل داخل معسكر المنتخب مصر فهم قالوا له طرق منه اللي بيزمزق يعني في مجرد ما بيقعد بقلب وشه يعني وعلى فكرة نفس الكلام تقلق على أفشه أنه أفشه برضو بيقلب وشه فالراجل هو برضو ما كانش مقتنع أحسن حاجة بأفشه لأنه أفشه بلعب في مركز عشرة وهو حفظه كويس جدا عبدالله السعيد بلعب في مركز عشرة المنافسة كانت بينهم عنده بديل يعني هو مقتنع بأفشه أكتر من أفشه في المكان عشرة اللي هو أصلا ما بلعبش به يعني إحنا لو جينا أصلا هو بص الحتة بتاعة نص الملعب دي فيها مكان ستة وثمانية وعشرة هو لغى عشرة بقى بلعب بستة واثنين تمانية بحيث أنه الاثنين دول يرجعوا وطلعوا بالفرقة فخلاص فالخطة دي مش محتاجة السعيد وقفشه أساسا بالنسبة له السعيد بيبطأ له الريتن بحكم السن وأنه هو الحركة بتاعته بطيئة في الملعب بس هو ياخده تأمين لأنه لو حاب يقلب الخطة خلال المباريات من من يعرف يعتمد لأنه هو يرجعوا مركز عشرة للضرورة مثلا فيقدر يعمل ده لو الدنيا مقافلة في الطريقة بتاعته بالنسبة دي كل الحاجات اللي ممكن تخص المنتخب في حتة الاختيارات عشان كانت الناس بتتكلم عليها شوية فيه كمان اختيار أو مفاجأة يعني ممكن أقولها أول مرة اللي كان هيستبعد من القايمة كان أيمن أشرف ما كانش محمد حمد العب ولكن في المشاورات الأخيرة بتاعت القايمة الرجل قال لهم أنا عايز محمود علاء مدافع الزمالك يبقى موجود معي بالرغم إن محمود علاء ما كانش مشارك معاه لا في كاس العرب ولا في المعسكر الأخير للمتخب مصر ولكن هو شايف إنه محمود علاء عنده خبرات يبقى بديل لأحمد حجازي والوينش مع محمد عبد المنعم اللي هو اكتسبه بمطولة العرب فكان هيضحي بأيمن أشرف فكان هناك يعني مش اختيارات خلينا أقول لك إنه الجهاز المعاون قال أقنع الراجل إنه ناخد أيمن أشرف يلعب ناحية الشمال وممكن نستفيد بيه سيرد باك في قلب المنعم ويتم التطحية بمحمد حمدي اللي هو باك الشمال أصلا لعب بيراميدز وتم التطحية بيه لصالح محمود علاء وتم موضوع التدوير في هذا المكان لكن اللي كان مستبعد كان أيمن أشرف مش محمد حمدي لعب بيراميدز في الحتة اللي في الدفاع طيب أحمد فضل يعني أنت قلتنا دلوقتي الكويس اللي حصرت ومش هنقولها تسريبات هنقول يعني توقعات فبجملة التوقعات بقى توقعاتك لتشكيلة مباراة وصل أمام ما يجيلي طيب أنا مرضو حابب أعلق على موضوع التسريبات عشان ده أنا اللي بتحط في الخانة دي أنه تشكيل منتخب مصر بينزل بنزله قبل المشاط مثلا بيوم بعض الناس بيتكلم أنه ده تسريب وأنه ده ألف به وظيفة الصحفي أنه نجب معلومة صحيح لو ما جبتش معلومة يبقى ما اشتغلش يعني كده ما برعيش دميري أنه أنا لازم يجب معلومة ثانيا لو بصينا على لجازتة الإيطالية بتنزل تشكيل منتخب إيطاليا قبلها بيوم لا وده اللي بيماي الصحف يعني بالظبط بتكتب بس هو الفرق بيني وبينهم أنا بقول إنه ده تشكيل هم يقولوا تشكيل متوقع خلاص يعني لو الناس بتدقية حاملوا تشكيل متوقع أشكي قلت بقرأت الصرحات الكابتر محمد بركاته وهو يعني صديق عزيز قال إنه أنا بطالب كيروش بالتحقيق في موضوع إن التشكيل بيخرج يعني طب أنا استغربت جدا لأنه أنا بقالي مسلا ست سبع سيين بنزل التشكيل وكنت بنزله في الفترة اللي كان فيها كابتر محمد بركاته مدير متخب وما فتحش تحقيق طب ليه بالطالب الراجل ليه فتح تحقيق فأنا برضو استغربت من ده فأنت ما تحسبنيش على شغلي إن أنا بكتهد عشان أجيب معلومة برضو بعض المحلين ممكن يطلع يقول ما ينفعش التشكيل عشان خطر ده غلط وممكن منتخب خصم بيعرف التشكيل طيب ماشي هفترض ده مثلا جدلا أنه صح المحلل لما بيطلع قبل المصر بيفصص بيفصص نقاط الضعف إيه ونقاط القوة إيه بالضبط أنا لو مدير فني الفرقة تانية هقعد أسمع للمحلل ولا أخد معلومة الصحفي أسمع المحلل لأنه لعيب كورة عارف منتخب بلده عارف لعيبته ما هو برضو أنا بالنسبة لي ده مش ضرر لأ الضرر أنت لما تطلع تمسك لعيب وتقول ما عندهش فكرة وتجرح فيه ولعيب تاني شفنا ده مع عمروان محسن شفنا مع بهر المحمدي أحمد إحنا علشان الوقت عشان الوقت عاوزين التشكيل المتوقع عشان الوقت الشناوي أكرم توفيق أحمد فتوح الوين شحجازي أنا السولية بس يعني السولية حسب لو رجع السولية ومحمد النيني وعبد الله السعيد وتريزيجي ومحمد صلاح وقدم مصطفى محمد إذا حصل فيه تغييرة واحدة أو الحاجة ممكن ينزل مرموش ويتم اللقب في الثلاثة اللي في النص بس التريزيجي ما ينزلها شيئا وهنستنى برضو التشكيل المتوقع لأبلها بيوم اعتمد لأبلها بيوم لكن دلوقتي ده متوقع عاوزين نروح لكسر ربطة شفتوا إزاي وشايفت تلات مرموات إيه الأقوى فيه طيب بالنسبة لكسر ربطة أنا شايفها فكرة حلوة مرباحة للأندية أنت دلوقتي هتلعب خمس مطشاط في فترة التوقف مهمة بالنسبة للمنتخب الأندية دي كانت بتلعب مع بعض مطشاط ودي أنا عملت لها شكل حل عملت لها كاس في إنجلترا وجبت الأندية الفريق اللي هيشارك هديله مئة ألف جنيه الأول هياخد مليون ونص فأنا عملت والتاني هياخد مليون فأنا عملت حوافز ودوافع عند اللعيبة عشان تشارك رفعت من عليهم لعباء المالية أنا بمجرد النادي لما كان بعمل مطش ودي بيتكلف ملعب تنقلات حكام كل ده الربطة هي الشيلاه فأعتقد أنه النقلة اللي حصلت سواء في الدور المصري أو كاس الرابطة فكرة مهمة وتطبيقها مهمة جدا أينعم النهائي وقبل النهائي مش هيتلعبوا ولكن عشان خطر الأهلي هيبقى مشارك في كاس العالم الأندية بس أنك تلعب تعمل حدث جديد بالنسبة لنا والتطور اللي بيحصل والربطة تدخل علينا يعني أنا دلوقتي هتفرج على كاس على كاس إفريقيا وفي نفس الوقت هشوف مطشط الدور المصري طيب المرضود بتاعها إيه أنا كمدير فني في الدور المحلي ما بقدرش يجرب يعني الأهلي مثلا ما بقدرش يجرب كل اللعيبته وارد جدا المسلمان يجرب حسام حسن أحمد عبدالقادر عمار حمدي وهكذا الزمالك عنده لعيابة تجربة كل الأندية تبدأ تجربة أنا كمان كان عندي فكرة ومقترحكم أنت بتكلم فيه مع بعض العزاء في الرابطة يعني أنه ليه ما يدرش هذه المباريات المدرب العام طالما أنا هلعب بالصف التاني للأندية ليه ما تديش الفرصة للمدرب العام بحيث أن أنا أخلق جيل جديد من المدربين بخلافة 18 المدرب اللي عندي أقدر بس لازم طبعا موفقة العام دية لأنه مدير الفنين ممكن يغير بقى وندخل في جو إيه لأ بقى ممكن يدير فيعمل نتاجك وإيه ختاما أحمد عبدالبسط مع فكرة كاس الرابطة جدا مع فكرة كاس الرابطة ومع فكرة وجود الرابطة أساسا أن هي سهلت كتير جدا بص توزيع الاختصاصات مهم جدا لا اجتهد مع نص طالما فيه نص وفيه لوائح بتحكم ده وتحكم ده فأحنا ماشينا على الطريق الصح أحمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا الحقيقة لكل هذه المعلومات وكل هذه التوقعات أنا اللي بشكركم طبعا ماشيعة توقعات ماشيعة توقعات ماشيعة توقعات نورتنا في صباح أخي مصر وكل سنة وانت تاي أنا اللي بشكركم وكنت سعيد جدا أنه موجود معك شكرا لك يا أحمد شكرا لك يا أحمد شكرا